السلام عليكم شباب فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة الان بي اف والله الله ربي لا اشرك بيه شيئا معنا النهاردة البطل ما شاء الله البطل اللي عمل انجازات عظيمة جدا للصراحة جبت الاكاونت بتاعه من الاول والاخر او للاخر طبعا محمود فوزي او شهرته محمود سبيع البطل اللي كان في المصرع الروماني واللي حصل حوارات كبيرة في الاتحاد المصري اللي كان بيلعب باسم مصر ومازال زي ما انتم شايفين كده بيرفع عالم مصر والصورة دي حديثة والناس اللي ما يعرفوش اللي هو اتنقل في اواخر السنة اللي فاتت ما بقالوش كتير او من السنة اللي فاتت يا اعتبر اتنقل للام ام ام اي وماشاء الله انجازاته عظيمة جدا للصراحة انا استعجبت واحزنت في نفس الوقت حلقة النهاردة هو حلقة تحليل والناس اللي عاوزين بويكا وكريستان وان شاء الله هتتعمل وبروك ليسنر برضو ان شاء الله وجون سينا انا مش نسيكو والله واحط الناس باسميها في الفيديو ولكن لفت انتباهي لبطل مصري والصراحة عنده فور ما تحترم والنهاردة تقييم وتحليل طيب اه نبص كده للبطل برضو بعد ما كسب في الام ام اي ما شاء الله بيرفع برضو العالم المصري بعد الناس يقولولي طب او امريكا ما هو اخد او خد بالفعل الجنسية الامريكية بسبب المشاكل الكبيرة اللي حصلت له وطبعا اللي كانت مسماعة قوي يا جدعان الصراحة انا حزنت حزنت اللي عم متحت علشان احنا عندنا فعلا 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 ناستقيه لقوي في كل المجالات بمعنى الكلم البطل ده ما شاء الله انا جيبت الاكاونت بتاعه من اول ومن الستارت كده للنهاية الصراحة البطل مجتهد جدا وانا حب المجتهدين جدا زائد الانجازات العظيمة زائد يعني اجتهاد ومش عادي ما شاء الله ربنا ربي يزيد ويبارك اه ويقدي المادليات والشهادات والانجازات العظيمة اللي عملها انا جايب لك الاكاونت يعني هجيبه لك دلوقتي من الاول خالص وكان شكل عامل ازاي عشان النهاردة تقييم فور ما تقييم جسمه يعني طيب ونشوف بعض التدريبات يا ما شاء الله انج زائد عظيمة يعني الواحد فخور بيه الصراحة ومش عارف الليه يجبه محمد صلاحه وصغير وتحس برضو فيه من محمد صلاحه وكبير وده برضو على فكرة في حتة ده مجتهد ما شاء الله في مجاله وده مجتهد جدا في مجاله انا متوقع محمد فوز يعمل اكتر من كتير من اللي هو عمله كمان طيب نبص كده الصورة والله هم شفتوا تحس اللي هو فعلا صلاحه وصغير طبعا ده ايام الكحراتة زي ما بنقول في مصر ايام الكحراتة او ايام الشقاوة حد كذب له ايام الشقاوة القديمة فعلا ايام الشقاوة بص ما شاء الله ده مصرع الروماني البطل بقى بدأ من سن صغير قوي وما شاء الله عمل انجازات عظيمة الصراحة يعني هنشوف جسمه النهاردة طبعا بيوريك الفرق العظيم بعد السنين دي كلها وده تفهمش بقى كان في مدرسة سنوي ولا ايه ولا الجامعة بس البطل ده عنده شخصية من البداية على فكرة انا احب حاجات النفسية بقى والحاجات اللي انت عارفانها دي طيب نرجع كده من البداية في الفين وخمستاشر البطل كانت عامل ازاي ده مستوى محمود فوزي وهنمشي واحدة واحدة مع بعض بص كده اه برضو ده في البطولة العربية للمصرع الروماني ومصرع الحرة الفكرة بقى اللي انا اه اتضيقت اللي احنا عندنا ابطال تاني مش برزين بالصراحة زي محمود فوزي او مجتهدين زي محمود فوزي بس عندنا ابطال تقال برضو بس الفكرة الاكوانتات بتاعهم شبه ما فيش حد بيتابعهم يعني لما يكون البطل ده قدم انجازات عظيمة وهو في الفين وخمستاشر وكان بيروح بطولة افريقيا ياخدها مش عارف بطولات العربية ياخدها بطولات برا القرى الافريقية بياخدها والكلام ده كله والاكوانت بتاعه متين لايك مية وحاجة لايك عالصورة واللي بيباركوله يعني هنا الصورة دي واحد بيباركله عالصورة في الفين وخمستاشر طبعا ما شوالله دلوقتي شتان الفارق او دلوقتي ما شوالله اكتر من مليون مشترك او فولورز عن الانسجرام طيب اه ده مستوى جسمه في الفين وخمستاشر وهو بطولة تانية اه حوالي اه تلقت بس المعلقين على الصورة وده انجاز ما شاء الله بطولة افريقيا ماشي بص جسمه كان لسه في الستارت كده في البداية وابين عليه كمان من النوادي اللي كان بيتمرن فيها ما كانتش امكانياتها عظيمة يعني خلي بالك ده من الاخر زي ما بنقول في مصر ما تولدش في ايده او في بقه معلقة دهب من الاخر البطل على فكرة بدأ من البداية خالص خالص وده اللي واضح او زائد اللي ما فيش نوادي كبيرة مع كامل احترامنا ودي اللي مفروض نشتغل عليها الفترة الجاية في مصر على حت البطولات الفردية او الالعاب الفردية بعتزل كمصرع روماني مين اللي بيلعب مصرع يعني انا عندي واحد بس صاحبي بيلعب مصرع روماني على فكرة اللعبة دي صعبة جدا والصراحة خطرة جدا بس هو كل واحد بكيفه اه اقول لك صعبة لا 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 صعبة طيب ده الفين وستاشر هتلاقي اللي جسمه ما شاء الله ظهر شوية حتى جسمه على فكرة قريب من باطل محمد صلاح في بداياته حتى الان تمام التمام اللي عوزين نعمل مقارنة في الحتة دي اعملها زي ما انت شايف كده البايسبس بتاعته تمام الاتشست بتاعه الانراتشست الابس بتاعته كان جسمه من الاخر الرياضي هو الرياضي ومش اي حد على فكرة او مش شرطه كل المصرعين الحرية او بتوع المصرع الحرية يكون جسمهم يعني من الاخر فتنس رائع يعني او فتنس جامد من الاخر لا في ناس في المصرع الروماني بيكونوا عادين جدا كل واحد بتفكيره بس ده ما شاء الله تفكيره سليم اوي تمام اه زي ما انت شايف كده بقى 2016 ما شاء الله يعني فارق ما بين الصورة اللي احنا لسه شايفينها اللي في 2016 وفي اواخر 2016 ما شاء الله اشتغل على جسمه اكتر في اكتر طيب نبص كده 2017 هتلاقيه برضو يعني محافز ما شاء الله على الفورما بتاعته والرجلين محتاجي يشتغل عليها اكتر من كده بس هو اساسا لعبته كلها عام وسارع الحرة يعني نصها على الرجل ونصها على الابر بادي بتاعه فالفكرة تمام هو جامد هو الصراحة جامد يعني انا مقدرش اقول ده الرجلين محتاج عليها شغل هو فعلا محتاج عليها شغل بس هو عارف عشان ميزان والكلام ده كله بس برضو حتى اه وقتنا الحالي مفروض يشتغل على رجليه بص كده رجليه رفيع بالنسبة للجزء اللي فوق ده 2017 برضو لسه ما كانش مشهور تماما تماما ويه 2018 ما شاء الله فورما بدأت تظهر على فكرة البطل ده اه اكتفه مميزة ودراعه مميز والابس بتاعته والليتشست بتاعه اه ضهره ما شفتوش للأسف عشان مش متصور بضهره كتير او مش متصور بضهره من الاخر انا قلت لك قبل كده كل واحد عنده عضلة مميزة البطل ده ما شاء الله عنده الاكتف بالدراع مميزين جدا بالليتشست يشتغل عليهم اكتر واكتر ما شاء الله يكون مع المزام برضه وجرب التمرين ده تمارين الكوه وماشاء الله على فكرة التمرين ده استراحه مرهك وصعب جدا بتفتكرهش الموضوع سهل مش اي حد يشوف فيديو كده يقول لا اعمل سهل اقدر اعملها لان الموضوع مسهل مش زي ما انت متخيل فيش حاجة سهلة الفكرة بقى اللي انا اما تبعته في التمرين في الاوائل كده بيلعب غلط او بيلعب غلط زي ما انت شايف كده واخد بالك اللي هو بيعوج يعني الحمد لله ما حصلوش اه اقطع في التراي سيبس بتاعته ولا الباي سيبس بتاعته ولا التشست بتاعه اه لانه اساسا بيلعب بمية واثنين باوند والطلع بتاعته بص كده غلط كان بيلعب بعض التمرين غلط دلوقتي ماشاء الله معه استرشاريين بقى تغزية ويسترشاريين في كل حاجة ماشاء الله الموضوع اختلف موضوع ده الاجتهاد ده الاجتهاد فانت امشي في الطريق الصح انا دايما في القناة هنا بحفزك بحفزك اللي انت تعمل حاجة في حياتك بس لبدل انت بتابع هنا القناة بقى انت بقى امر لا راجل او واحدة رياضية فبالتالي لازم تشتغل على نفسك واكتر واكتر وزي انت شايف كده بقى تمارين الصعقة ومش عارف ايه انا معجب بالصراحة بتفكيره وبتمارينه بكل حاجة بيعملها مع ان اساسا تمارينه صعبة جدا صعبة جدا بيلعب الصبح وليل والكلام ده كله بياخد اجازة يوم واحد صعب طيب ده 2019 وانت واضح بقى الفارق العظيم اللي عمله في جسمه الصراحة ما شاء الله فيه فعلا فارق واضح قوي فيه sickness او صمك عضلي في الليتشست بتاعه او في البيسيبس بتاعته والاكتاف بتاعته انا قلت لك اكتافه مميزة جدا مع الدراع مع الليتشست فيه فارق الفكرة هنا بقى بص بقى المصارع الحرة كده والله انا خفت على الشخص ده عدت الفيديو كزا مرة الحمد لله موقعش بص حتى كمان ده حط ييده على الحمد لله موقعش يا جدعان على رقابته بص كده لعبة صعبة او واخد بالك كده لقدر الله لو كان وقع على رقابته كان شلل على طول اهو بص التانية حتى كمان يعني صعب قوي وهو من تمارين منه بقى في 2019 اهم حاجة اللي هيك يا جدعان ده 2019 اللاتس بتاعته ما شاء الله زادت عشان ما كنتش شايفينها في البداية بس ما شاء الله زادت وده اللي واضح جدا اه وهو واقف على الارينا في الصورة الاولانية اللي انا حطتها لكم وزي ما انت شايف كده تمارينه يعني انا معجب الصراحة بتكنيكس بتاعته رائع رائع مع ان تمارينه برضو فيها خطورة واللعبة اللي هو يا شابوس بوس 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 يا لسه بقولك اهو واخد بالك كده الحمد لله والشكر الله ما حصلوش حاجة طبعا كل اللعبة بوس واخد بالك كده الحمد لله كل الناس بيحط وكل الرياضين بيحطو الجانب الايجابي بس لازم برضو تحط السلبي علشان التحذير وده برضو من العقلية مش اي شخص بيحط كده تلاقي فيه اشخاص بيحطوا كل حاجة ايجابية فالناس فاكرة بقى او البطل اللي انا بيحبه ده فاكرة اللي هو من الاخر ما عندوش مشاكل ما فيش اصابات بتحصل له ما فيش يعني الريسك بياخده الكلام ده كله او حاجات بيفشل فيها زي من انت اللي شفتها ديت فالنقطة دي تبين لك او تخوفك على اقل او تكون افضل او الجملة الافضل تكون حريص من اللي انت بتعمله ما هو ما فيش حاجة سهلة كل حاجة فيها ريسك وهو الصراحة في الام ام اي الريسك عظيم والمسارع الحرة يمكن انا بالنسبة لي الام ام اي ارحم من المسارع الحرة بسبب اللي بيعملوها ديت انا ما بتبعش الرياضة دي بس انا عموما عاشق لاي رياضة الصراحة طيب نبص كده في جسمه في 2020 ما شاء الله ده بعد التمارين يعني حتى كمان ما فيش بامب الراجل بشكله كم بيالعب كارديو ولا ايه وهنا 2021 ما شاء الله زي ما انت شايف كده جسمه بقى اكثر اكتمالا وبقى شيك نبص كده برضو هياخد الشخص ده على مفاجأة خلاص وكان دخل الام ام اي على فكرة بص كده اللعبة صعبة جدعين او ده ده اللي وده اتخد او الشخص اتخد صعب وده 2021 بيورد جسمه الاصعب كمان اللي هو بيلعب صبح وليل صبح وليل صبح وليل صبح وليل عنده هدف بيسعى لي بيعمل اقصى ما في وسعه وجسم الانسان انا قلتها لك قبل كده يعني ما شاء الله زاكي جدا جدا ربنا خلق الجسم فعلا زاكي جدا زائد لو انت عاوز تعمل اي حاجة هتعملها توكل على الله اول حاجة تمام وحطها في عقلك وفي قلبك وفي احساسك وكل حاجة هتعملها ان شاء الله طبعا فيه فرق انا شايف اللي فيه فرق ما شاء الله وده السنة دي بقى كلام ده السنة دي طيب نبص كده برضو صورة في مصر فحاول تنهي كده فيديو النهاردة اما نزل مصر عشان الحمد لله نزل ايام اللي فاتت كان فيه مشاكل تلعليه اشعات والصراحة حاجة وحشة قوي الصراحة حاجة فعلا وحشة قوي ده طبعا ما اللعب الام ام ام ايه وي برضو زي ما انت شايف التكنيكس بتاعته هي مسارعة حرة يعني هو برضو بص مسارعة حرة هو انا مسارعة حرة ماشي هيلعبها تاني ولا ايه هو مسارعة حرة طيب قلنا ايه رايك فيه مستوى البطل محمود فوزي او محمود سبيع زي ما بيقولوه كده او كده ما شاء الله من نسبالي حاجة مشرفة جدا الصراحة مع انه خدق جنسية الامريكية بس برضو دمه هو دم مصري ويكفي حتى الان على فكرة بيرفع علم مصر والكلفزات بتاعته وكل حاجة مصر برضو واهله في مصر او مصريين كلنا مصريين يا جدعين بس الصراحة مصريين جامدين والمغربة برضو جامدين والجزائر وكل الدول العربية الصراحة بس فيه اه في الدول معينة كده عندنا في الوطن العربي ماشاء الله مميزين اكتر دولة مميزة في الام ام ايه او الالعاب القتالية المغرب حد يقول لي الفكرة وان شاء الله اكتب لي تحت وان شاء الله هيتعمل لها فيديو عشان اهل المغرب فعلا في قناة في الالعاب القتالية خرافيين اشوفك على خير فيديو جديد وحلقة جديدة والسلام عليكم اشتركوا في القناة الشباب الجميلة المحتوى